بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة تم الإفراج بالعفو الرئاسي عن 2337 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إطار السياسة العقبية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية كما تواصل أيضا من خلال الوزارة تواصلت الاحتفالات بعيد الشرطة السبعين مع المواطنين في الشوارع وفي الميادين تميزت احتفالات عيد الشرطة السبعين بطابع شعبي فهي ذكرى تجسد التلاحم بين الشرطة والشعب في الزود عن مقدرات الوطن وقرامته انطلقت الاحتفالات في الشوارع والميادين حيث انتشرت أجواء الفرحة والسعادة التي عمت الجميع كلمات تخرج من القلوب مغلفة بالمحبة والتقدير لرجال الشرطة في عيدهم فهذا رجل شرطة يسهر على حماية الوطن وهذا مواطن ينعم بالأمان الذي وفرته تضحيات رجال الشرطة ويقدر هذه التضحيات احنا بنقولهم كل سنة وانتوا طيبين وكل سنة يعود عليكم وعلينا بخير بإذن الله وشكرا للرئيس تشكرين يا رئيس على اللي انت بتعمله والله برغم تغير الاماكن والشوارع لكن صور الاحتفالات بعيد الشرطة في المحافظات تشابهت الطابع الشعبي هو السائد والذي يؤكد على انه عيد لكل المصريين يسيك دمي وانت عرفة دمي حر والعرض لسه مستمر لسه الحكاية ما تتهيك تحنا بنودك اللي بينا اشتد تعودك واللي وجودنا من وجودك وفي المعاكب روح وقلب وبهذه المناسبة قام قطع الأحوال المدنية بتقديم بعض خدماته للمواطنين بالمجان بخاصة من ذول همم وكبار السن واحتفاءا برجال الشرطة في عيدهم السبعين تزين برغ القاهرة بشعار الشرطة تزامنا مع الاحتفالات بعيد الشرطة السبعين أوفدت أكاديمية الشرطة عددا من ضباطها وكذا طلاب قليات الشرطة لزيارة عدد من المدارس للاحتفاء مع طلابها بهذه المناسبة التي تجسد أسما معاني التضحيات في سبيل الوطن بسطنا جدا هم كانوا معنا وقبلنا هدايا رطيفة قوي ونفسنا اليوم ده يتكرر تاني كتير وعرفونا يعني إيه عيد شرطة وأدي إيه هم بيضحوا عشاننا هدايا تم توجعها على الطلاب خلال تلك الزيارة أدخلت الفرحة والبهجة في نفوسهم وبالتزامن معها قامت مدريات الأمن بإفادة ضباطها إلى المدارس بنطاقها التقت الطلاب وعقدت ندوات وحوارات معهم حول ذكرى عيد الشرطة والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة لحماية أمن الوطن والمواطنين وصاحب ذلك توزيع هدايا تذكارية عليهم تصحيح سلوكيات النزلاء أحد أهم أدوات التأهيل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل فهذه ندوات عقدت للنزلاء المفرج عنهم بقرار جمهوري رقم 13 لعام 2022 بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير داخل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون الذي يشهد وللمرة الأولى فعاليات الإفراغ بعف رئاسي وتهدف إلى تقويمهم وتأهيلهم للمرحلة الجديدة من حياتهم وسط المجتمع والله أنا أول حاجة بأكل صحيحون تطيبين للشرطة كلها والشعب مصر وتعني حاجة بأشكل صحيحة الرئيس وبأحمد ربنا أننا جئت هنا عشان نطلع بينها دم تاني مراكز تهيلك قويسة عشان في ناس كتير ما كانش عندها شغل فدلوقت لما تعلمت شغل أكيد تقدر نية ابن حياة جديدة وتقدر تشتغل تقدر كل حاجة 2327 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تم الإفراج عنهم بقرار جمهوري فهؤلاء هم من انتهت اللجان المشكلة لفحص ملفات نزلاء تلك المراكز إلى انطباق شروط العفو عليهم لينظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالية لهم بهذه المناسبة طبعا أسعد واحدة في الدنيا أننا نخرج لولادي ونعيش حياتي تاني مع ولادي أسعد واحدة في الدنيا طبعا دي أحلى حاجة أنها ممكن أنها تقدمت لنا بمناسبة عهد الشرطة أشكر غيس السيسي اللي هو من علينا بالعفو ده وتحية مصر فرحة كبيرة بين المفرج عنهم وهم يخطون أولى خطواتهم نحو انطلاقة جديدة مؤهلين وفقا لنظم إصلاحية حديثة تساعدهم لكسب رزقهم بعيدا عن مسلك الجريمة ليستكملوا حياتهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل مزودين بمهنة تعلموها وثقافة اكتسبوها وسلوك قوي مغرس فيهم ليندمجوا في مجتمعهم صالحين عبدالبركات التلفزيون المصري